السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا بكم جملة من المواقف السياسية ضد رئيس الجمهورية في الأيام الأخيرة ولا خليني نقول في ساعات الأخيرة لأنه معناها بقي فقط أسابيع قليلة ولا حتى أيام حتى أقل معناها قبل 17 سبتمبر لازم رئيس الجمهورية المفروضة لازم يصدر القانون تعلانتخابات عليش 17 ديسمبر لأنه لازم يكون قبل شهرين من الانتخابات التشريعية اللي هي 17 ديسمبر دونك 17 أكتوبر عفوا أكتوبر نوفمبر ديسمبر دونك بضعة أسابيع قليلة ويصدر رئيس الجمهورية قانون الانتخابات المفروض شكون اللي حضر قانون الانتخابات وخليني يقول لكم بأنه فما تعليمات تعطاهم رئيس الجمهورية في هذا الخصوص ونحكيو عليهم بخصوص الأحزاب السياسية اللي بديت تنقلب على رئيس وكيفاش الرئيس بش يعلن على قرارات لتمأنة الأحزاب السياسية أو بعض الأطراف السياسية مشكلة اليوم نحكيو على تدوينه لأستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي سلسبيل القليبي تقول بأنه في الأنظمة الديمقراطية النصوص القانونية كما القانون الانتخابي مثلاً يكتبها ويسنها البرلمان في أي دولة ديمقراطية تعتبر أنه النصوص القانونية لتحدد مصير البلاد والعبيت وأهمهم خليني نقول القانون الانتخابي في الأنظمة الديمقراطية يسنها البرلمان على خاطر القانون الانتخابي مهم ومهم 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 مهم الأهمية هذه لكلها لأنه هو اللي بشي حدد شكون بشي ترشح شكون من حقه يترشح وشكون مهوش من حقه بشي ترشح وبالتالي بشي حدد الوجهة بتاع البرلمان القاتل والمرة جاي عنا زوز مجالس البرلمان ومجلس الأقليم والجهات شكون من حقه يترشح وكيفاش وشنوما الكريتير وشنوما الشروط وهذا بشي نعكس معناه وشنوما العتبة وكل شي وبرشة حاجات هذا بشي خلي خرج معناه هالنواب متاع البرلمان به شنوما تقول سلسبيل الأقليبي حرفيا تقول في الأنظمة الديمقراطية النصوص القانونية اللي تحدد مصير البلاد والعباد كما القانون الانتخابي مثلا يسنها البرلمان وبالتالي تم النقاش حولها ولا فم لشكون يبطن ولا شكون يضمر ولا على خاطر المداولات عالنية وما يتخبى حتى شي وبالتالي حتى وكان فم شكون يغدر فإنه حاله يتكشف بسرعة تقول في الأنظمة الديمقراطية النقاش يتم بين الناس الكل وتحديدا بين الناس عندهم رؤية ومواقف سياسية مختلفة مش بين الناس متفهمين مع بعض تقول أخيرا المبطن على عكس ما يروج له أكلة تنصيح على كل حال هذه تختم بها التدوين نجيب تواء إلى رئيس الجمهورية ونظرته بخصوص القانون الانتخابي في هذا الخصوص تقابل البرح مع رئيس الهيئة العليا المستقلة الانتخابي استدعى إلى قصر قرتاج وحكيوا على استهدادات الهيئة لموعد 17 ديسمبر تاريخ انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب وبالتالي يمكن هذي أول خطوة من رئيس الجمهورية خطوة عملية نحكي هو أحلن أنه 17 ديسمبر بيكون فما انتخابات ولكن خاصة بعد الاستفتاء قالوا ننتظر من رئيس بش يزيد يأكد الموعد ويقول ايبا الرئيس عمل أول خطوة هذي عملها واستدعى رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر وحكيوا على استعدادات الهيئة كمستعدة شنوة اللي نقصها شنوة اللي لازمها بخصوص انتخابات 17 ديسمبر لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب في هذا الخصوص أطلب رئيس الجمهورية قيس سعيد وأكد انه بش يتم وضع مشروع نص جديد بخصوص القانون الانتخابي مع اعتبار الملاحظات والمقترحات اللي بش يتقدموا بيها اللي دعموا المسار الاصلاحي ليوم 25 جوليا وانخرتوا في عملية التأسيس الجديد عكس اللي يظهرون ما لا يبتنون وهذه حرفيا كما جاي في بيها رئيس الجمهورية وتسللوا باسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به خلينا نبدأوا بشوية فما جملة من الأحزاء كنت مويلية للرئيس فما اللي ينقلب وفما اللي واصل شكون اللي واصل مثلا نعطي على سبيل المثال جوز أحزاب توا هكا بدأوا يبدلوا في مواقف حركة الشعر وحركة تونس إلى الأمام تعبيد البريك حركة شعر زهير المغزيبي وحركة تونس إلى الأمام عبيد البريك مدعمين الاستفتاء مية بالمية ولكن توا تبدلت اللغة متاح مؤخرا را ولا يميت هدوما ولا الأسبوع اللي فات شنوه كيفش تبدل؟ قولك والله المسار المتاع 25 كي إنه مش هو وكي إنه ما وصلنيش يعني للحاجات اللي نحبوهم والمعيشة والشعب وإذا كان الرئيس مش بشي يوضحنا ويصرحنا ويصرح الشعب فإنه راوا النجم وما نسكتولوش وإلى غير ذلك فالرئيس هوني وهو ما لحقيقة شنوه يحبوا يقوله معناه في الأساس حبوا يقوله كان القانون الانتخابي متخوفين منه هوما الأحزاب الكل معناها دون استثناء اللي مع قيس واللي ضد قيس متخوفين منه خطر اليوم فما تخوفت يقولك مش يقصي الأحزاب السياسي انتخابة على الأفراد سي وفيت الأحزاب السياسية انتهى الموضوع ليه هو بشي خلينا نترشحوا وبشي ساعة بشروط وغيرها اللي صار هو إنه رئيس الجمهورية حكيه على القانون الانتخابي يوم وقال بإنه بشي تم وضع نص مشروع نص جديد يخذوا فيه بعين الاعتبار الأرى والملاحظات والمقترحات اللي بشي تقدموا بها الناس اللي دعموا بالحق ما صار 25 جويلة موش اللي كيكي قالوا كليه من بره هلا هلا ومن داخل ما همش معاه به هذيش معنى هل بشي يخذوا في الاعتبار بشي حطوا مقترحاته وإلا بشيكون معنى ها رؤيتهم استشارية كما اللي صار في الدستور مثلا على سبيل المثال فهذا سوء به خليني أقول لكم بإنه قبل ما نعطيكم موقف التوينسة بخصوص هذي الكل نقول لكم بإنه مثلا بعض الأحزاب اللي عبرت مثلا حركة تونس إلى الأمام تقول هناك تعثر في تحقيق أهداف 25 جويلة ويجب مصرحة الشعب زي دا حركة الشعب كيف كيف تقول إنه الرئيس إذا كان بشي يواصل هكا رنم ليش بش نقضوا معاه ولازم الرئيس يعني يشتغل على برشة ملفات من بينها الاحتكار وا 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 إلى غير ذلك نجي تواء إلى تفاعل المواطنين مع البلاغ اللي هبطت في رئيسة الجمهورية على لقاء رئيسة الجمهورية ورئيس هيئة الانتخابات وهل الأمور متاع القانون الانتخابي تويز أشنو أقال كثيرة هي التعليقات ولكن مجملها تقريبا اللي يقول يحكي وين هو التشغيل عليش فما بطالة أصحاب الشهائد اللي طالت بطالتهم ينتظروا حلول عاجلة الصبر بدأ ينفذ يا رئيس البلاد المحاكمات يجب أن تنطلق قبل الانتخابات إن أردنا للمسار النجاح به شنو أخر اللي يقولوه يطالبوا بالمحاسبة مقاومة الغلاء قبل كل شيء إذا ما تمش هذا مش لازم انتخابات وبش تكون المشاركة هزيلة إذا مش كريثية الشعب اصبر معاك ودعمك وتوجه دورك كل الصلط بيدك كذو معنا نقرأ لكم في تعليقات بشفة اعتباطية اللي عرضوني المحاكمات تنطلق قبل الانتخابات إلى غير ذلك من التعليقات اليوم شعب يطالب بالمحاكمات بالمحاسبة قبل حتى الانتخابات والتشغيل والوضع الاجتماعي والمقدر الشراء